تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج أبطال التنس الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة البحرين الدولية السابعة لناشئي التنس وقد تم ذلك خلال الحفل الختامي للبطول الذي أقامه نادي البحرين للتنس تحت رعاية السمو بحضور عدد من كبار الشخصيات وجمهور كبير من محبي لعبة التنس وقد بدأت مراسم الحفل الختامي بالمباراة النهائية لبطولة فرد الناشئين حيث فاز اللاعب المصري يوسف خميز بلقب البطولة بعد فوزه على اللاعب الإماراتي فهد الجناحي في مباراة سريعة وشيقة قدم خلالها اللاعبان بعض اللمحات التي استمتع بها الحضور بعد ذلك تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتقديم كأس المركز الأول لللاعب يوسف خميز الفائز بالبطولة كما قدم كأس المركز الثاني لللاعب فهد الجناحي الفائز بالمركز الثاني متمنيا لهما كل التوفيق ومشيدا بأدائهما الرائع في المباراة النهائية وبهذه المناسبة عبر سموه عن سعادته برعاية بطولة البحرين الدولية السابعة لناشية تنس التي ينظمها نادي البحرين للتنس في مملكة البحرين بإشراف الاتحاد الدولي للتنس وذلك بمشاركة أكثر من أربعين دولة منوها بالجهود التي يبدلها رئيس وأعضاء النادي من أجل استمرار استضافة مملكة البحرين لهذه البطولة التي تعد انطلاقة نوعية لرياضة التنس في مملكة البحرين وقال سموه إن هذا الحدث الرياضي الهام فرصة لكل محبي رياضة التنس في مملكة البحرين ويصهم في زيادة الخبرة لدى الممارسين لهذه الرياضة ويسقل مهاراتهم من خلال الانطلاق في هذه اللعبة إلى مستويات متقدمة من خلال اللعب مع لاعبين دوليين والاستفادة من مهاراتهم الفنية وخبراتهم كما تعد مناسبة هامة للنادي لرفض كوادره بالمهارات اللازمة التي تتطلبها لعبة التنس وأضاف سموه لقد كان لنجاح هذا الحدث الرياضي الهام في السنوات الستة الماضية أثره الواضح في زيادة الإقبال على المشاركة في البطولة من مختلف دول العالم واهتمام اللعبين الدوليين بها كما أسهم بشكل فاعل في نقل هذه اللعبة في مملكة البحرين إلى العالمية شاكرا ومقدرا لنادي البحرين ما شهدته من تنظيم وإعداد جيد لهذه البطولة والداعمين لها ومتمنيا كل التوفيق والنجاح للمشاركين في البطولة من اللاعبين والإداريين والمنظمين في بطولات قادمة في مملكة البحرين وقد قدم خميس محمد المقلى رئيس نادي البحرين للتنس هدية تذكرية لاسم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كما تم تقديم هدية تذكرية إلى ساعة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وهدايا للداعمين للبطولة اشتركوا في القناة